بداية هذا الإعلان الترويجي أطلقت عليه شركة اسم بغي نتزوج أو أريد الزواج قصة أم تبحث عن عروس لابنها ولذلك نشرت إعلانا عبر فيسبوك اختارت على إثره خمس فتيات من بين المتقدمات لإخضاعهن لمنافسات في الطبخ هذا بهدف التأكد من قدرتهن على إسعاد الزوج عن طريق الطعام حتى تتمكن الفائزة منهن من الزواج بابنها الذي أطلق عليه في البرنامج اسم سيدي أنس الفيديو مدته نحو أربع دقائق يظهر المتنافسات الخمسة يقمنا بإعداد طبق حلوى بأمر من وردة العريس وباستخدام المنتج المرغوب في الترويج له وفي نهاية الإعلان تقول الفويس أوفر أو التي تحكي في الإعلان تقول أن سيدي أنس سيتذوق في النهاية الأطباق الخمسة وأن صاحبة الطبق الذي لن يلال إعجابه ستخرج منها منافسة لكن أميمة يعني لماذا أثارت هذه الحملة الدعائية كل هذا الغضب في المغرب في رأيك؟ بالتأكيد لأن الفكرة نفسها أثارت استياء الكثير سواء من الحركات النسوية أو غير النسوية لأن الفكرة يعني شركة كبيرة أو مؤسسة كبيرة مثل شركة نسلي والإعلان نال شهرة واسعة لسيما وأنه مقدم على هيئة برنامج يوحاكي تلفزيون الواقع هو من غير المعروف إذا كان هذا منفذ على وجه الحقيقة أم أنه يعني مجرد تمثيلية للدعاية للمنتج نفسه وماذا عن ردود الأفعال أميمة؟ نعم رواد موقع التواصل اعتبروا الإعلام مسيئا للمرأة المغربية وأنه يضرب القيم والوعي لدى المواطن وأنه يرجع بمكتسبات المرأة المغربية إلى الوراء التي تناضل من أجل تكريس حضورها داخل مجتمع خالي من التمييز والذكورية أيضا قال ناشطون أن هذا الإعلان يشكل مساسا بصورة المرأة لكونه يحصر دورها في المطبخ وتلبية رغبات الرجل وأن كل هدفها أن تتسابق مع الأخريات من أجل الضفر برجل وهي الصورة التي تحط من كرامتها والتي نضلت ضدها الحركة الحقوقية في المغرب واستخدم البعض هاشتاغ تحت عنوان العار على نسل الانتقاد الشركة وقالوا أن النساء المغربيات يجب أن يحظين بمعاملة أفضل